ورجعنا مرة تانية مشاهدينا لسا مكملي مع بعض فقراتنا وصلنا لفقرة مهمة جدا لازم نفهم ايه اللي بيحصل و ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية كلام كتير جدا وجدل كتير جدا حوالين المعونة الامريكية لمصر الموضوع اللي ظهر على الساحة السياسية بعد الثورة مباشرة يعني هدت بعض اعضاء مجلس الشيوخ بقاطع المعونة الامريكية لمصر اذ لم يقم المجلس العسكري للقوات المسلحة بالسماح بعودة المنظمات غير الحكومية بدون اي شروط او قيود وكمان ادان 11 عضو من الكونجرس بقيام الحكومة بمدهمة هذه المكاتب وده من خلال خطاب قاموا بتوجيه للمشير انواع المعونة وكل التفاصيل عن الموضوع ده هنتكلم فيه النهاردة مع سياد اللواء فاروق المقرحي صباح اخير يا فاند صباح اهلا بحضر اهلا بك موضوع مصير للجدل ناس كتير جدا جدا بتتكلم عنه الفترة اللي فاتت لانه فيه ناس مش عاجبها الوضع خالص ومش عاجبها انه ده يبقى وسيل الضغط وتدخل في شؤون البلاد الفترة اللي جاية حجم المعونة الامريكية لمصر ما هو؟ المعونة الامريكية قصتها تبدأ في 78-79 مع معاهدة السلام مع اسرائيل المعونة الامريكية بدأت ب2.3 مليار دولار منهم المعونة العسكرية والمعونة الاقتصادية المعونة العسكرية ماشية في اطارها اللي هو بتدعيم الجيش وده منصوص عليه في الاتفاقية بتاعة المعاهدة انما هي المعونة الاقتصادية اللي بيحصل فيها الحوارات وكانوا دائما ابدا يعني يعتبروها وسيل الضغط لدرجة ان في احدى المرات موضوع الانفاء قالوا انتم مش عارفين تحموا امن اسرائيل وراحوا خصمين 50 مليون دولار من المعونة اللي هي المعونة الاقتصادية فالعلاقة مع امريكا لها 3 محاور المحور الاولاني اللي هو المعونة المحور التاني التجارة المحور التالت لاستثمرات التجارة بحوالي 42 مليون دولار مليار دولار منهم 8 مليار صادرات مصرية بالكويز اللي هي الجماعة بتوع المنسوجات والباقي لامريكا في مصر مصر بتورد لنا ب 34 مليار دولار في السنة تمام الاستثمرات الاستثمرات الامريكية في مصر كثيرة جدا يبقى عندنا هي المشكلة في المعونة وعملية التمويل جاءت المعونة كانت 840 مليار دولار مليون 840 مليون سنة 99 عملت امريكا على ان احنا لازم نخفض واحنا مش كل الاجيال حتى ان تدفع لمصر المعونة الرقم ده يعني وقالوا ان احنا عايزين نخفض المعونة دي بحيث انها في 10 سنين تخلص وتنتهي حصل بقى اخدوا رد وانتفع على ان في 2008 يبتدوا يخلصوا جات امريكا في 2005-2006 خفضتها لـ 420 مليار دولار من جانب واحد فالقصة دلوقتي عندنا 420 مليار دولار فقط لا غير الـ 420 مليون دولار 420 مليون دولار دول هم اساس الحوارات دي كلها جاية دلوقتي امريكا بقى فرضت من بعد قيام الثورة لما اتعرف انها بتمول جمعيات غير مسجلة وبتمولها منها لنفسها وبتمول بعض الاشياء الاخرى ودي يا سابت لو بقت موجودة وبكثرة بقت موجودة بكثرة وللأسف الشديد الناس اللي بتاخد هذا التمويل بقوا من البجاحة بمكان انه هم مش هميمهم بقول اه بناخد تمويل ما الدولة بتاخد تمويل هل الشخص الفرد يقارن نفسه بالدولة طب دي المعاهدة بين حكومات بين دول دولة قصاد دولة مش مع دولة مع افراد وبعدين هل اللي بيمول ده بيمول لوجه الله يعني امريكا بتزكي على الشعب المصري من خلالها زي جمعيات يعني دافع الدرائب الامريكي لعلمك في اخر استطلاع رأيي في امريكا انه كل خمسة فيهم واحد مش لاقي ياكل في امريكا الله طب وانت بتاخد فلوس دافع الدرائب الامريكي بدل ما تصرف على الامريكان جاي تزكي بيها على مصر وتقول لي دعم الدموقراطية ودعم حقوق الانسان وتطوير الاحزاب وكيفية اجراء الانتخابات وكيفية التصويت وكيفية خروج الناس لأدلاء اصوتها يعني هل هذا منطق وانت عندك صغراتك اساسا وعنده وبعدين لما نيجي نشوف كيفية تمويل الجمعيات الاهلية في امريكا له الشروط قاسية جدا انما عايزين عندنا يمولوا منهم للناس فلما الدكتورة فايزة بناجة استفيرة فايزة بناجة ووزيرة التعاون الدولي وقفت في القصة دي اتعاملوا معها ثورة وبعدين مساعد وزير الخارجية لما كان هنا من فترة قريبة وهو خارج من مكتبها قال لها على كل احنا حنستنى حكومة منتخبة عشان نتكلم معاه شوف الصفاقة على ايه على ايه ما نوقفهم وقالت لهم استفيرة فايزة بناجة عايزين نوقف المعونة خالص مش عايزين معونة فقالوا لأ احنا حنمول الجمعيات المجتمع المدني ومصرين ان هما مش هيتدى العلاقات بالنسبة للمعونة او بالنسبة للفلوس دي اللي كانت مصر بالطالب تحويلها من معونة سنوية الى وقفية تنتخي تتصرف على تطوير التعليم يتعامل وقفية يعني تحويل الاموال من معونة الى وقفية وتصرف ريع هذه الوقفية لصالح تطوير التعليم في مصر رفهم طب فيه اصوات بتنادي بإلغاء المعونة الامريكية هل ده ممكن يؤثر بقى علينا او هيؤثر علينا بحجم شكله عامل ازاي مش هيؤثر على حاجة دول نصف مليار خليهم بحالهم هم 250 مليون يعني حضرتك مع الاصوات اللي بتقول ان احنا نلحي المعونة الامريكية وهي استفيرة فايزة بناجة اخترتهم احنا مش عايزين معونة هم اللي مصرين يعني واحد عايز يديني وانا مش عايز هو مصر علشان الجمعيات المجتمع المدني اللي بتمول يعني انا دلوقتي الناس دول بيمولوني بيمولوا هذه الجمعيات لوجه الله تعالى ولا دلوقتي مقابل ما بتاخد فلوس بتكتب تقارير وبتكتب دراسات وبتعمل يعني بتعري هي القصة دي كلها اساسها ان بدل الـ CIA كانت بشتغل تحت الارض بتشتغل دلوقتي فوق الارض من خلال المعهد الجمهوري الامريكي والمعهد الديمقراطي وفريدم هاوس الست جمعيات المتكونين ودول بيمونهم كل دول الـ CIA والبيتو الابيض والكونجرس الامريكي بس تم تم الاتفاق على المعونة الامريكية بناء على اتفاقية المعاهدة السلام هل يمكن بقى ان احنا نلغي الاتفاقية دي او نلغي البند دا لا ما احنا عندنا حاكتين في المعونة معونة عسكرية دي مليار وثلاثة من عشرة والمعونة الاقتصادية اللي هي بقى عاملين فيها المشكلة دلوقتي دي انواع المعونة دا هما الاتنين دول فانا بقول والدكتورة فايزة والسفيرة فايزة بنجا قالت هذا الكلام ليهم قايتلهم مش عايزين معونة اقتصادية هما اللي مصررين عليها قايتلهم يعني نحولها الوقفية وهذه الوقفية فلوسها تستثمر في تطوير التعليم يا اما مش عايزين معونة خالص فغيروا الراجل بتاع المعونة كذا مرة وبعدين دلوقتي بيتشرط بيقولوا دا لازم الناس اللي اتخذ ورقها يرجع لها تاني وتشتغل من غير اذن ومن غير كلام وانكوا تضمنوننا سلامة الموظفين اللي بيشتغلوا في هذه الجمعيات سواء مصريين او اجانب ايه دا ايه دي سيادة دولة ايه صحيح سيادة دولة ايه وهل دا عدوا كل الخطوط الحمرة هم بيتعاملوا مع مصر بمنطق الدولة التابعة لا احنا مش دولة تابعة احنا دولة محورية في المنطق ودولة محورية في الشرق الاوسط تاريخهم في التلاتين سنة اللي فاتت هو كان شكله عن كده كان شكله كده ليه هو لا هو مش كان خلال التلاتين سنة خلال التلاتين سنة كان فيه شد وجذب هي فترة العشر سنوات الاخيرة من ساعة ربنا ما بلانا بالرغبة في مراس الحكم والكلام ده فكان بيحصل كل حاجة بيحصل فيها تنازلات مقابل ان عملية التوريس تمشي طب هل اعتراض حداشر من اعضاء الكونغرس تبعتوا جواب رسمي وإن فالهم للمشير جواب هل ده نوع من انواع الضغط مثلا على المشير طب هو رب فعله انا كنت انا يعني يعني ايه انا كنت اتمنى اتمنى ان هذا الخطاب لا يقرأ ويعاد الى مصدره وهو مغلق وهو مغلق يعني او يتفتح ويتقفل ويرجع ويتقال نحن لا نقبل هذا ايا مكانة المواصفات وايا مكانة العواقل طب اسمح لي يا سيد ده كان بيدل على شيء فهو بيدل ان احنا ما عندناش القدرة ان احنا نوافق على قطع المعونة لا ده مفقين ده السفيرة الزجي طب احنا قرينا الجواب ولسه السفيرة فايزة بنجا قالت لهم في سنة 2009 2009 ان احنا مش عايزين معونا شوفي بقى الكلام ده من ايه 2009 قالت مش عايزين معونا وهم كانوا متخيل هما عاملين حملة على السفيرة فايزة بنجا وبنشطه الناس بتحهم ضده لان هي وقفة في هذا الموضوع وقفة جمده ودلوقتي لما يقول انك تقفل الملفات دي ازاي يعني ده تدخل كمان في القضاء المصري تقفل الملفات دي والمستندات ترجع وتحافظ لي على الموظفي ايه ده ايه ده ده فيه ولا جزر الموز والله ولا دولة من جزر الموز يتعمل معاها كده انا كنت بقول ان الجواب اللي بعتوه الحداشر بتوع لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الموزنة في الكونجرس الامريكي كان يتردلهم نحن نرفض هذا الخطاب جملة وتفصيلا ولم يقرأ بمعرفة حد كده لان لازم يعرفهم ايه ايه حصل بقى للأسف الشديد ان طب شوفوا ايه الموضوع وكده وبتاع يعني بنتعامل في الموضوع بالهدوء الابوي يعني نشوف الموضوع ايه كمثال ديني مثال كده يا سيدة اللويان يعني يعني بقول اقول لك مثل احنا بنتعامل بأسلوب الاباء مع الابناء يعني المجلس العسكري بالحاكم بيتعامل مع الشعب المصري بأسلوب الاب مع ولاده انما انا بطالب ان يتعامل معاملة الاخ مع اخوه ازاي ان دلوقتي لما ابني يكسر العربية او بدلته تتوسخ بقول له ما تعملش كده تاني واجيب له بدلة جديدة وخلصين انما اخويا لو لو كسر العربية بقول له العربية دي تمانها الف جنيه انا هاخد الف جنيه ونصدر الف جنيه ونجيب عربتين جداد هيدي السياسة اه فالمفروض ان ده يبقى هذا الكلام حقي وحق حقي وحق بالضبط طب ما حصل برضو فعلا من عندنا هل مدهمة هذه الجماعية ليس مدهمة انا برفض اللي بيقول مدهمة هم مصحاب هذه الجماعية نقول عليها ايه طيب هي قيام اجهزة التحقيق اجهزة التحقيق القضائية والمنتدب لهذا الموضوع قاضي تحقيق المنتدب لفحص هذه الموضوعات قاضي تحقيق قاضي يعني راجل قضاء مش وكين نيابة كمان يعني بورقة رسمية ومنتدب محول من وزير العدل لاثنين من القضاء المحترمين تولوا فحص هذا الموضوع بكل جوانبه هذا الفحص اللي قام به هؤلاء الناس انتهى الى ان هناك مخالفات ما هم بقى بيقول لك ايه كنت تقول لي ان انا جاي لك يعني انا عشان ازبط المستندات اللي بتدل على المخالفات وازبط ان انت مخالف اكلمك اقول لك بعد اذنك والنبي لو سمحت تجيلي ومعاك الورق اللي يثبت اذا انتك مين يقول هذا الكلام يعني ده مش من يعني الفعل ده من وجه نظر حضرتك هو مش مش انجفاع مش من وجهة نظري يعني انا بس عايز اعرفك ده وجهة النظر العامة وجهة النظر الحقيقية نحن امام قانون القانون وده مين ده وكل النيابة القاضي ما بعدش ما كلفش مأمور ضبط قضائي يعني زابط شرطة يروح يعمل سواء من الاموال العامة او من الرقابة الادارية اللي هي الجهتين اللي بينوت بيهم هذا العمل مباحث الاموال العامة والرقابة الادارية لا ده بعت وكلاء نيابة في كل جمعية من دول وكل منظمة من دول بعت اتنين وكلاء نيابة بيطلع مع وكلاء النيابة لانه وكيل النيابة بيطلع هو ومين هو والسكرتير بتاعه بس في توقيت ده يا ساتر اللي هو بيبعت معه مين بيبعت معه مين حراسة الزباط الجيش وزباط الشرطة اللي راحوا رايحين بيأمنوا الموكيل النيابة اللي قائم على عملية التفتيش والضبط وهذا لا غبار عليه وتصرف قانوني عشر تلاف في المية يقول له احد اصحاب هذي جمع الحقوقيات اللي داير يلف على الفضائيات حاليا يقول لهم فين الاذن اللي معاكم الله ده هو نفسه اذن وكيل النيابة وجوده ما هو الاذن بيطلع من مين من وكيل النيابة وكيل النيابة نفسه هو الاذن الاذن موجودة ايه دا طب اصلا هو ايه دا انتباع غير جايد في الشارع المصري مش ايه دا انتباع وبعدين يعني قد بعض الشرفاء في هذا المجال لا 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 الانتباع دا جامنين الانتباع دا جامنين من اصحاب السلط العالي في هذه الجمعيات وعلاقتهم المتشابكة العنكبوتية اصحاب هذه الجمعيات لهم علاقات متشابكة مع التلفزيونات ومع القنوات الفضائية ومع بعض الصحف ولذلك تلاقي الهيسة كانت كلها بتتكلم على ان المداهمة محدش تكلم على المخالفة كله كان بيتكلم على المداهمة الشرطة دا همت الجيش داهم محدش قال ان الناس دي مخالفة وان الناس دي بتاخد تمويل من الخارج بدون بدون موافقة وبدون اذن وانا ما بطلبش بتوقيع العقوبات المنصوصة عليها بخصوص مخالفة هذه الجمعيات لا ده انا بطابق ان الحصول على تمويل اجنبي بقصد الاضرار بالبلاد ودي جناية والتانية جنة طب وليه تم ربطها بالمنظمات غير الحكومية يعني ليه الشرط كان مرتبط بالعاودة المنظمات غير الحكومية ما هيكون لها ما دي كل المنظمات دي اسمها منظمات اهلية ماش حكومية المنظمة الحكومية الوحيدة هي المنظمة بتاعة حقوق الانسان الوحدة بس ما فيش غير وبعدين دول يقول لك طب ما الدولة بتاخد تمويل ما ناخد تمويل خلاص الافراد السادة المحامين ساوى نفسه بالدولة يعني هو الدولة بتاخد تمويل ما تستكترش علي اننا ناخد تمويل الاخ اسمه ايه بتاع العمل بتاع هنا وبرا يقول لك انت بتاخد تمويل طب ما الدولة بتاخد تمويل تستكتر علي اننا ناخد تمويل ازاي ما بيتم توظيفه ازاي بقى هنا يعني هنا تساوى ان فرض يحصل على تمويل من دولة بدولة بتتعاقد مع دولة يعني الدولة دول ناس قصاد بعض انما تيجي امريكا تقول انا حمول ويطلع بصفاقة استفيرة الامريكية تقول ان احنا حنمول الجمعيات مباشرة ايه ده ده فين ده دولة لها كيانها ولها احترامة ولابد ان نحافظ على كيان هذه الدولة لابد ان نحافظ على كرامة هذه الدولة ايا ما كانت الاسباب وانا بقول ان الشعب المصري الاصيل يقولها دقا بعيش حاف ومحدش يدوس على كرامته ولا يدي له حاجة من عنده طب سيادة الليوة اخيرا لانه الوقت جريب سرعة جدا هل ممكن تدبير وتوفير ما ترسله امريكا لنا من خلال المعونة ولا صعب تدبيره سهل جدا انا في يوم من الايام كان احمد نظيف ده ده كان وزير اتصالات وكان الرئيس ادى تصريح كده في سنة الفين واثنين او الفين وثلاثة قال هنعمل الشبكة التالتة للتليفون المحمول عشان عملية الاحتكار بعدها باسبوع بطريقة مريبة نزل كده خبر من وزير الاتصالات بيقول ان احنا مش هنعمل الشبكة التالتة للتليفون المحمول فروحت عامل انا كنت عوضه مجل الشعب في ذلك الوقت عملت طلب احاطة عاجل وقلت فيه من يحكم مصر اليوم هل رئيس الجمهورية او وزير الاتصالات وزميل تاني عمل نفس الحكاية اسمه سامح الحين وجه وزير الاتصالات فقال اصل المطلوب مئتين وخمسين مليون دولار علشان نعمل الشبكة التالتة وما معناش فقلت له لو انت ميلت على خمسة ستة من اللي قاعدين دول خمسة ستة من الاعضاء مجل الشعب اللي لهم اتصالات ولهم علاقات واخدين المليارات من الاراضي والمصانع والكلام حيدهم لك كل واحد خمسة وعشرين مليون ادي قسط انما كان السبب غير كده يلا يعني سيادة اللوة حضرتك نورتنا الموضوع كان مفهود نتكلم فيه الصراحة اكتر من كده يعني عشان فيه اسئلة كتير جدا ولكن ان شاء الله هيكون لنا اعداد اخرى باذن لا نتكلم فيها اكتر وبتوسع اكتر ان شاء الله باذن الله تعالى يعني هو الموضوع كبير والموضوع مهم والموضوع يتعلق بكرامة مصر ويتعلق بسيادة مصر السيادة والكرامة لاتنين مع بعض ما احنا كنا بنقولها بدقة عادي زي ما خرجنا نقول لكل ما بدقة على طولها اه اي اي جمعيات الحقوقية دي لم تنشأ في مصر الا بعد معاهدة السلام للأسف الشديد وكثرت في التلت الاخير من حكم حسن مباري وده كان واضح جدا سيادة اللواء انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة نورتنا وان شاء الله نشوفك قريب جدا جدا ان شاء الله بإذننا شكرا لحضرتك يا سعيد بيكم شكرا بيكم مشاهدين كان معانا اللواء فاروق المقرحي يكلمنا نهاردة عن المعاونة الامريكية انواعها يكلمنا فيها يعني يا رب تكونوا قدرتوا ان انتوا تستوعبوا الموضوع معانا هنشوفكم بعد الفاصل لسه معانا فقرات تانية في نهارك سعيد اشتركوا في القناة